موسيقى السلام عليكم أخوي أنا أم دي النهيلة اليوم أخويا هاد الناس مني وصلنا دابل السيناف سايف طولينا بغوا يرشيونا قال لك هنعطيوكم ربعات المنيول باش ديروا تنازول علاش أخويا احنا غنديروا تنازول واش درية مدبوحة من العنقة وحنا مكرفسين وتشووه هنا ونديروا تنازول علاش غنديروا تنازول واليوم أخويا مني مبغيناش نديروا ليم تنازول ولو كيشوه فيي وكيقولوا أنني مرمام زياناش كيطعنوني في الشرف ديالي وكين الفيديوهات ديولهم اللي كيتبت هاد الكلام اللي كنقول أنا كيقولوا أنني مرافاس دو ممزياناش وكيتهموني مع الراجل مولفيرمان اللي في مقام الأب ديالي الراجل اللي في مقام الأب ديالي داروني معاه سيد راجل شريف هادو كل الناس ناس شرفة في مقام والدينا عشر سنين وحنا معاهم تشي عيب ما كنشوفوه منهم الحمد لله دير لنا بحل وليداتهم وهو في مقام ببا وداروني بأنني مرمام زياناش وداروني بأنني أنا هالدرية ممدبوحاش بأن هالدرية قال لك ممدبوحاش هالدرية هالدرية قال لك احنا كدبنا فطبيب احنا كدبوحا لقاداء احنا كدبنا عليكم انتم كصحفيين احنا هادشي كامل احنا قادرين نديروه علاش احنا هاتغن نكدبو؟ علاش هادى يكون بغينا حنا كننا كدبنا؟ علاش تغنطلعو تل السيناف؟ علاش احنا منحضوش هذاشي فالبتدائيه ها؟ كن كننا كدبنا خويها علاش لي منشدوش دكتعويدات اللي جاتنا فالبتدائيه والحكم دي العام مبارك إلينا لا.. هذا ليس ل 그걸 نحر البعال وهو أتبوفون دبيوا قفتي أ시간 ما علىенная أكرار هذا الذرياء ومرحبا بالنيابه العامَة مريدة نفسياً وعندنا الوراق ديالنا من المستشفى اللي بني رشد عندنا الوراق ديال درية بأنها مريدة نفسياً درية دبا ما كتبغيش تفرقني الدرية ولا طريلة بحل الدرية الصغيرة ما كتفرقنيش درية وداروني بأنني أنا كدبت وكيحلفوا بالله وكيقولوا بأنني كدبت أنا ما كدبتش والله شاهد عليا ما كدبتش أنا هاد شي كامل اللي كنقول فيه بالوتائق ديالي بالحجوش ديالي واللي كيشكوا وكيقول بأنني كدبت مرحبا بالنيابة العامة اللي بغتها الدرية يخرجوا لي طبيب شرعي باش يتأكدوا بأن الدرية مدبوحة بالجنوي هاي يا أخويا وهو ما قلق حنا كدبنا وأنا ما كنشكش في النازة هدي المحكامة الموقعة وكيقولوا بأنني مرأة ممزياناش كيشوهوا في يقدم الناس كيقولوا بأنني مرأة ممزياناش وبأنني مرأة ممزياناش وبأنني مرأة ممزياناش وهانا هانا براسي عريان وجي حمر صافية مع الله والزوج ديالي كيشهد بهذا الشي أنا معاه عشرين عام الحمد لله ما عندناش وعيشين مستورين قابلين بالوضعية ديالنا وعيشين مستورين الحمد لله ما ندخلوش شي حاجة ديال الحرام على ولداتنا واليوم هما اللي كيتاهموني هاد الاتهامات الكاذبة كيتاهموني بهاد الاتهامات الكاذبة أنا كنأكد وكنعود نأكد بأن هاد الفيديوهات اللي ديرهم هما شاهدين فيهم على نفسهم بأنني مرمى بزياناش كنتابعهم قادائيا أنا هاد العيالات كنتابعهم قادائيا وكنقول لو نأكد عليها كنتابعهم قادائيا على هاد الوساخ اللي داروا لي في الصمعة ديالي وشوهوني وانا عندي ولدي عنده 18 عام وهاد الدرية والابنية جوج وشوهوني قدم الناس أنا اليوم كنتابعهم قادائيا وكيقولوا بأن هاد السيد ما كيقدش هز الجنوي كدوب كدوب حيتاش قبل من نحنا يالله ضارب واحد الراجل وهاد الراجل دير سرتفيقه وعنده جوج دير الشهود هاد الراجل معاه دب في الدعوة عنده جوج دير الشهود وضاربوا تأوّق على الحموم زرقولي ووحدة منهم كدقول ما كيقدرش هز الجنوي اما تقل الجنوي ولا العصاء اللي هز العصاء صوت بها الراجل وكدقول بأننا نحنا كذبنا وكدقول بأن هاد الدرية كتخرج التارى وش هاد الدرية لي كتباليكم حل تيمتال وش هاد الدرية كتخرج وش هاد الدرية بين عليها الخروج كان هنا يده وده بدير ربعات الشهادات وليوم أنا كنطالب بحقي أنا كنطالب بحقي بأن هاد الناس ما زال كيشوهوا فينا ما زال زيدا في هاد شي ديالهم وكيقولوا بأننا نحنا يكدبنا احنا الحمد لله ما كنكدبوش احنا ما يمكنش نكدبوا على القانون نكدبوا على طباء نكدبوا ما يمكنش وهو ما بعدك يناف هاد الفيديوهات بتلاتة إلا رجعتوا معانا أخوتي المغاربة وتفرجتوا في الفيديوهات غتلقوا الكلام ديالهم وانتاقدوا كله كدوب مراتوا كتقول مش يجيب بنته تولد اخته كتقول مش يترزق على وليداته بنت ختها كتقول باللي كان مع بابها وانتوما غادل تشوفوا بأناهم كله كدوب هما اللي كيكدبوا هما اللي الله بغي شوهم بهذه الفيديوهات هما اللي الله بغي شوهم وانا عندي كامل تقف القضاء والله ينسر سيدنا وهو عبدابيط القضاء إياه قيل ليهم بأنني كتكن صلح في السيارة ديالي أمام المحكمة والموقرة قال ليهم أنا كتكن صلح في الطموبيل ديالي هاد شي كامل كدوب وهما دابا كل واحد واشنو كيقول الهدرة ديالهم إلا تبعتوا معانا هي اللي كدوب وزور وكين السيد اللي شدوه تهوية فيت ليهم شدن واحد السيد ومهرس اللي الفم دياله وطاقب اللي راسه وجروه قدام الكوري عندهم وقالوا بأنه شفار سيد رماش فار مواله أعزائي المشاهدين المشاهدات قضية الطفلة نهيلة أنا أسميها قضية الطفلة نهيلة أنا كان أحضر بزاف ديال المشاكيل ديال اللي كتكون بين المواطنين وبين جوج ديالناس مخاصمين ولكن دائما كان بعيد على ديك المشاكيل لأنني ما كان عرفش شكوني شكوني الظالم وشكوني المظلم كل واحد تيقول هاد روى ولكن قادية الطفلة نهيلة قادية مختلفة تماما ترجمة نانسي قنقر